موسيقى موسيقى في قريش قديما كان الكاهن يقول لعابدي الصنم إن الصنم يطلب منكم بقرة حتى يلبي طلبكم وطبعا الصنم لا يتكلم فمن يريد البقرة ويستفيد منها هو الكاهن ولو قال الكاهن للناس أريد بقرة لي لما أعطاه إياها أحد لذلك تكون الحيلة بإيجاد صنم يعبده الناس ويقدسونه ويموتون في سبيله ويعظمونه ثم يتصدر الكاهن الحديث باسم الصنم ويدعو الناس لتقديس الصنم وتعظيمه حتى إذا طلب من عابدي الصنم شيئا باسم الصنم دفعوه للكاهن وهم فرحون بل ينتظرون من الكاهن أن يخبرهم بأن الصنم قد تقبل عطاءهم قبل الحرب العالمية الثانية وفي خطاب لهتلر قال أنه سيصنع للألمان إلها يعبدونه في الأرض بدل الله إنه الوطن الألماني في سبيله يموتون ومن أجل عزته ورفعته يضحون طبعا الوطن وثن معبود من دون الله كالصنم لا ينطق ومن يتحدث باسم الوطن هم السياسيون الذين يمثلون الكهان بالنسبة للصنم وعندما يطلبون من الناس التضحية للوطن فهم إنما يطلبون من الناس التضحية من أجلهم ومن أجل بقاء سلطانهم أسيادا على بسطاء الناس والناس العابدة للوطن فرحة تموت في سبيل الوطن فيلقي عليها السادة اسم شهيد الوطن بينما السادة لا يموتون في سبيل الوطن ولا يجعلون أبناءهم يموتون في سبيل الوطن لأنهم هم الوطن ومن أجلهم يموت عابد الوطن تسمع دائما كلمات ضخمة مثل خزانة الدولة ممتلكات الدولة أراضي الدولة هيبة الدولة ورئيس الدولة ويموت الجميع كي لا تسقط الدولة الدولة ولا يوجد أحد يسأل نفسه ما هي الدولة ما هذا المسمى الاعتباري المقدس الذي تنسبون إليه كل شيء ومن حقه أيضا أن يسلب منكم كل شيء دينكم أرواحكم كرامتكم ولقمة عيشكم ما هو هذا الوثن المقدس الذي تطلبون من الناس أن تجوع ليشبعه وتتقشف لينعمه وتموت ليعيشه وتهان من أجل أن يحفظ هيبته في الحقيقة الدولة هي وثن وهمي تدعي وجوده مراكز قوى الطاهوت المغتصبة لسلطة الله والمستبدة بعباد الله حتى تتستر وراء اسمه بينما كلمة الدولة لا تعني عندهم في الحقيقة إلا سلطتهم ومراكز قوتهم وحتى يتقبل الناس فكرة الخضوع والإذعان لهم فهم يدعون دائما أن كل ما يفعلونه ليس لأنفسهم وأسرهم بل من أجل الدولة ومصلحة الوطن يأخذون أموالك ويسرقون حقوقك ثم يدعون أنهم أخذوها لأجل أن يوفروا أموالا للدولة ومصلحة الوطن يهينونك شراء هانة ويستحلون دمك ثم يدعون أنهم يفعلون ذلك حفاظا على هيبة الدولة ومصلحة الوطن يستغلون الجنود في حفظ كراسيهم وسلطتهم ويزجون بهم في مواطن الموت ثم يدعون أنهم يحمون الدولة والوطن إذ لو قالوها صراحة نحن نقتلكم ونهينكم ونسلب أموالكم لأجل سلطتنا لما تقبلها أحد ثم إذا أرادوا أن يضفوا مزيدا من التقديس والتعظيم على هذا الوثن سموه باسمه الوطن المقدس على سبيل المثال في مصر يجعلون الشعب يردد وراءهم نموت نموت وتحيا مصر نحن فداء لمصر عاشت مصر حرة إذا كان مطلوبا من الشعب أن يموت لتحيا مصر فلنا أن نتساءل ما هي مصر حتى يموت الشعب ويسجن ويهان من أجلها إذن فمصر ليست الشعب هل هي الأرض؟ إذا كانت الأرض فمن وضع حدودها؟ وهي حدود تتغير على مر التاريخ والثابت الوحيد هو الإسم فقط بل معظم حدود الأوطان الحالية وضعها المستعمرون الإنجليز والفرنسيون ولم يصنعها جدي وجدك ثم هب أننا اتفقنا على حدود الأرض فهل الأرض هي التي تمتلك الناس؟ أم الناس هم الذين يملكونها؟ إنكم يا سادة لا يملك معظمكم شقته التي يقطن فيها ومن ملك أرضا أو شقة فإنه يدفع عليها ضرائب لدولته وكأنه يستأجرها من رئيس الدولة وحزبه وحكومته بل جميعنا يدفع في أرض الوطن ثمن قبره الذي سيدفن فيه فأين هي أرضكم التي تموتون في الدفاع عنها؟ إنها أراضي الدولة لا أرض الأمة أراضي يوزعها كاهن الدولة أي رئيس الدولة على أعوانه وأتباعه ليملك ولاءهم له ويعطيها لرجال الأعمال الفاسدين والمستثمرين الأجانب ليتكسب هو وحاشيته من منافعها كما تكسب كاهن قريش من البقرة إذن فالدولة أو الوطن هي ليست الأرض فما المتبقي من معنى الدولة أو الوطن ليموت الناس دفاعا عنه المتبقي يا سادة من مفهوم الدولة أو الوطن هم ببساطة أصحاب السلطة ومراكز القوة وأنت مطلوب منك أن تجوع وتتقبل الإهانة وتموت من أجل بقاء سلطتهم ونظامهم من أجل أن تحاقق مصالحهم في استمرار حكمهم هذه الفكرة العلمانية الشيطانية الصنمية الوثنية للدولة تتم تحت اسم الوطنية فالوطنية التي يريدون زرعها في أذهان الناس معبودا من دون الله تأليها وتقديسا وتعظيما ما هي إلا خضوع لسلطتهم وأطماعهم بشعارات زائفة ويجعلون شريعتهم الوضعية العلمانية مكان شريعة الله حتى يسهل عليهم استعباد الناس المنتسبة إلى الإسلام ويتقبل الناس دين الملك وشريعته أما في دين الإسلام فالإنسان هو محل الاهتمام والحاكم هو خادمهم والمجتمع كان هو المركز الذي تدور السلطة حوله لذا كان الحاكم عند المسلمين الأوائل يسمى أمير المؤمنين وليس أمير الدولة وكان يتلقى بيعات الناس عن رضا والبيعة عقد بينه وبين كل فرض في رعيته والخزانة هي خزانة المسلمين أو بيت مال المسلمين وليست وزارة مالية للدولة والمصالح مصالح المسلمين والأراضي هي أراضي المسلمين فمن أحيى أرضا مواتا فهي له كل شيء مرتبط بالبشر وينسب للبشر والبشر هم من يملكون الأرض الجمادات سخرت للأحياء وليس العكس المجتمع بكل أفراده في الإسلام هم محل الاهتمام هم القوة هم المركز والله قد سخر الكون وشريعته لخدمة الإنسان والحفاظ على ماله وعرضه وذمه في مقابل شرائع بشرية جعلت الرئيس وحاشيته هم المركز وسخر الحاكم شريعته لخدمته وخدمة حاشيته منتهكا أموال وأعراض ودماء عابدي الوطن الذين في حقيقتهم هم عابدون له